الله معكم أخوتي سلام ربي صاحب لكم مجرد أب والإبن وروح القدس إلها واحد أمين بدي خبركم قصة حقيقية قصة إيمانية رائعة جدا بنصحكم تبقاها للآخر رح تتفاجأوا كثير كثير بقلبها وبروعة الرب قداش بحبنا بتقول قصة سنة 1960 هي هي القصة ببولندا تحديدا كاهن مخرج جديد مرسوم جديد مخلص جماعته جديدة وعبيبروم يعمل رسالة بالمستشفيات محل ما في مرضى يطلع المرضى يعرفهم يمشحهم يعطيهم خدمة الأسرار يناولون ويظل جاية بيوصل على مستشفى مطرح ما هو بلش خدمته بلش يفوت من مريض لمريض بيوصل عند كوريدور طويل في قود كتير كبيرة وطبعا تيحكي مع المسؤولة مع المرضى أنه أنا بدي يفوت بحب يطلب إذن بالقودة لأنه ما بيحب يفوت غسمن عنه للإنسان كتير مهزب وبعضه مرسوم جديد وملبك بتقابله راهبي بهذا الممشى الطويل في الكوريدور بتقله إذا بتريد أبونا فوت عند هذا الظلمي عند هذا الخطيار هذا يرفض كل الأددية سماعة بيقدس ما بيتناول بيقول الله ما بيحب ناول جايين كتير إخوارين اللي عنده ورفضهم معي عليهم لو سمحت إذا بتفوت أنت بركة بيزبط معك فعلا بفوت مرحبا سلام المسيح عام ضغري الخطيار بيطلع على بره فعلا بيطلع على بره لابدي أسمعك ولا تسمعني ولا شيء فعلا بيطلع على بره بيقول له الرهبة رفض أنا ما بقدر أعمله شيء غسمن عنه قالت له إذا بتريد قبل كين يرفض كان صحته منيحة هلقه هو بيصير عفراش الموت ووضعه كتير خطير عفراش الموت ما بدي يموت وهو ملحد ما بدي يموت بدون ما يعترف ما بدي يموت وما يروح على السماء جرد معه مثل ما الرب يسوع تحمل الألام تحمل إهانة تحمل أنت قال له خلاص قدام هذا الإصرار ما فيه إلا ما أنحني يا أختي هيدا الرهبة الرائعة اللي بدي تخلص النفوس شدته طيفوت لعضفات قال له أنا ما قلت لك طلع على بره ما بدي أشوفك قال له ما بدي أعمل شيء لا تعترف ولا تتناول ولا شيء بس عليه سمح لي قعد بالقودة صلي حدك بدي صلي المسبحة بصلي رحمة الإلهية قال له قعد عمولة بدك قال له رحمة شو بدك تصلي قال له الرحمة الإلهية قال له ببن سحك تصليها ما في رحمة وما عندي أنا رحمة وقال له منه رحمة قال له طب ليش عبت قل لي هيك قال له تأكد لك أنه ما في رحمة وأنا ما قل لي رحمة لأني مجرم أنا من خمسة وعشرين سنة كنت أشتغل بسكك الحديد كان وظيفتي أنا بسكة الحديد هون بوجه الترانات عند تقاطع معين وبذات الوقت بيقبس هذا المكباس لهون هيك بيصير يرن التران بيصير يرن الجرس تنج دنج دنج هيك بيوض وبتصير تدول إشارة حمرة بيورج للناس أنه في تران ماري ممنوع أنتو تمرقوا وبذات الوقت تنزل حديدة بتعمل حاجز من شان ما أي حدا يفوت بسيارة أو الناس تقطع من هونيك بقى أحد الليالي التهات سكرت كنت سكران وما نزلت هيدا المكبت ما نزلت وما نزلت الزر تحت الناس تنتبه أنه ماري التران وتحت تنزل هيدا الحاجز وفعلا بيمروا التران بس بيكون في عائلة معهم سيارة أم وبي وثلاثة أولاد بيمروا قدام التران هيدا الحادثة من خمسة وعشرين سنة ما عب بقدر أعرف أنا الله إذا أنا مجرم الله منه رحمته يرحمه أنا عب تحكييني برحمة إلهية بيرفع راسه الكاهن بحط المسبحة على قلبه وبيرجف بيقول له عم بأي منطقة صارت هاي الحادثة بيقول له الختيار صارت بمنطقة الفلانية قال له شوف عم أنا من خمسة وعشرين سنة بالتاريخ اللي أنت عب تقوله مصبوط كنت أنا وأخوتي وأهلي عند ستة عند تاتا بدون يفلوا من عندها عشية أنا تعبطت بستة ما بدي أتركون بعد مجادلة عنيفة قالت لهم ستة تركوه هون وروحوا راحوا ومرأوا على تقاطع طران أم وبيه وثلاثة من إخواته وماتوا هاي دي الحادثة اللي أنت عب تحكي عنا هي أم وبيه وإخوتي بيرجوا في الختيار بيصير يبكي بيقول له أنا مسامحك أنا أكيد إذا أنت بتتوب وبتعترف وبتتناول الله كمان بيسامحك كل الأمر يا أختي مطلوب مننا التوبة على كرس الاعتراف قريبة بتعترفه للكاهن عبطوا للختيار وقال له تجد تعترف وتتناول قال له إيه وفعلا بيعابته بيوطي راسه الختيار وبصير عدة خطيات بيعطيه الكاهن الحلة بيناوله وبيطلع من عنده من القودة بيدور على الرهبة يقول له عملنا إنجاز هاي دي النفس خلصت ما بلاقيه بس بيرجع بيعرف الأحد اللي بعده اللي ميروح على المستشفى أنه مات من بعده بيومين هاي دي الإنسان الختيار مات من بعده بيومين تايب خبروه هونيك المرضات إنه هيدا الإنسان عمل دغري من بعده صار كل ما يكون في إداس اليومي يشارك بالإداس اليومي يحملوه ياخدوه على كنيسة المستشفى يظل يصلي كل الوقت بتخطع مدة يومين للمعمال قال لهم كتير أنا مبسوط باللي صار بس يارات تخبروها للرهبة قداش هي كمان شاركت بتخليص نفسه لهيدا الإنسان قالوا له رهبة مين نحنا ما عنا رهبات بهذه المستشفى ما في حدا وما في رهبة بهذا الوقت اللي أنت عبت قول فيه ما كان في حدا لا زايرة ولا عبتش يتعمل خدمة ما كان في إلا أنت نحنا عنا أسامي الرهبات عنا أسامي الكهن اللي بيجروا عند المرضى بهيدا اليوم ما كان في حدا وما عنا مواصفين رهبات نحنا بيستغرب بالموضوع هو جدا وبفيلم هناك مع الأيام بينسى هيدا الكهن الشاب هيدا القصة وبقى أحد الأيام عبيروح رحلة مع الرعية تبعيته بيروحوا على أحدى الأديرة وبيفوتوا على الدار لأول مرة بيزوروا كان لها الدار هيدا شو مبسوط فيه عب يشوف والرهبات هونيك عب بيشرحوا له عن الدار بيطلع بيلاقي في لوحة محطوط عليها اسم راهبة بيطلع باسم الراهبة بيطلع بالصورة بيلاقيها صورة الراهبة اللي شايفة بالمستشفى واللي قالت له طيفوت عند المريض بيقال لي يا أختي هيدا الراهبة للراهبة اللي موجودة عبد الدلون قال لي عميل مارف سؤال بس هيدا الراهبة أنا شايفة من عدة سنوات بالمستشفى ودلتني على الرجال وفتت صلاة عنده طلعت فيه الراهبة قالت له أنت أكيد أنه هيدا هي الراهبة اللي حطين لها سورطة هوني اللي هي دلتك وفتت لها عنده لزعم الختيار قال لي ايه قالت له يا أخي هيدا الراهبة طبوية فوستين بعد ما كانت اشتهرت ما كان هناك قصة في القصة بتقول أختي انه كانت ديسة صارت جديدة ولكن كان كل العالم عرفتها وفي ناس قلت له طبوية مشان هاي كان الكاهن بعد ما عرفها مزبوط قالت له انت شفتها من عدة سنوات قال لي ايه قالت له امتى انت صارت الحادسة معك قال له سنة 1960 قالت له انتقلت على السماء ماتت هيدا الراهبة أختنا فوستين سنة 1938 انت الحادسة صارت معك سنة 1960 لك ادى كان صارت له ميدة رائعة يا أختي وعجوبة صارت مع اختنا فوستين الديسة العظيمة اللي الرب يسوع قال له ترسم صورته اللي صارت من وراها في احد اسم احد الرحمة الالهية شوفوا قوة المسبحة شوفوا قوة اديسيننا شوفوا قداش الديسين بيحبوا خلاص نفوسنا وقالله بيبعثهم لعنا لخلاص نفوسنا اديسة فوستين فهيدا العجيبة الرائعة اللي عملتها مع هيدا الكاهن ما نققت حي الله كاهن نققت الكاهن اللي ماتوا اهله واللي كان هو بحاجة انه يسامح متل ما الرب سمحنا انه يسامح اللي قتلوا اهله وتعرف عليهم وسامح بكل ارادته بمحبة مع انه طفل ربي يتيم كان بيقدر يكون عنده حب الانتقام وكانت تعرف يا اخوتي يا اخوتي قداش هيدا الزنم الختيار عبي يتعذب بعقدة زنب وقداش هو بحاجة بس لحد يمسكن من ايده ووديه على كرس الاعتراف تحتها يعترف وكانت هيدا الراهب الرائع على اخت فرستين وجدت بقدرة الله حالة هونيك مع انه هي كانت ميتة والاديسين احياء انا بقلكم بيعملوا عجايب معنا تتخلي هيدا الراهب تتخلي هيدا الابونا اللي ميتين اهله يفوت لعند اللي قاتل اهله واخوته يتصلحوا مع بعض وتخلص لنفوسهم اتنيناتهم الراهب بالمسامحة اللي عملها شال الحقد من قلبه باعترافه وباعتراف الانسان الختيار اللي مات من بعضه بيومين شوفوا انا بتخيل اذن اللي طلبته الاديسي فوسطين من ربنا وقالت له خليني انزل بعد بده يومين هذا الانسان بلكي بخلص نفسه بقوتك يا رب رائعين اديسينا رائع يا اختي الاديسي فوسطين رائع الرحمة الالهية صلوا مسبحة الرحمة الالهية سلام ربي صاحب قلوبكن امين